اشتركوا في القناة حيث قدم معالي السفير خلال الاجتماع عرضا حول آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في المنطقة والتي تمثلت في توقيع مملكة البحرين على كل من إعلان مبادئ إبراهيم وإعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وأكد معالي السفير بأن هذه الخطوة التاريخية من قبل مملكة البحرين ستدشن مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة وبما يضمن تعزيز السلم والأمن ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها الموقف البحريني الثابت والراسخ على الدوام وبناء على الاجتماع أصدر حزب العمال البريطاني مباشرة بيانا أشاد فيه بخطوة مملكة البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وذلك من خلال البيان الصادر على لسان وزير الظل لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أكد من خلال البيان بأن الإعلان الموقع بين إسرائيل والبحرين يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في الشرق الأوسط مؤكدا كذلك بأنه بناء على هذه الخطوة نحو السلام التي اتخذتها مملكة البحرين فأن حزب العمال يؤمن إيمانا راسخا بأنه ينبغي الآن الحث على بذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفق حل الدولتين